إذا كان الحال هي ظاهرة عامة فالحال مع النادي الأهلي يخلي حلقة اليوم ذات عنوان واحد الأهلي فوق الجميع شعار أم حقيقة؟ هو شعار ولا حقيقة؟ هو ده الاختبار هو ده الاختبار هو فوق الجميع يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدمش وما أشوفش الخطأ وما تنفسي وما تديقش من الهزاي وما أعترفش بالخطأ لا أعترف بس إلى الحد الذي لا يسمح بالانهيار والهد لازم نعيش واقع أن الأهلي قدم حتى الآن واحدة من أسوأ النسخ وفي دور المجموعات نناقش كلنا أسوأ النسخ واحدة من أسوأ النسخ كمان اللي زود قصوة إحساسك بالنتائج المتردية إنك أنت لا تتالي المباراة خدمك ولا نتائج الآخرين خدمتك عندك ناس حققت الفوز خارج ملعبها وشيء لم تحققه حتى الآن واللي فاكر إنه ماتش القطن ده نوزها لا قال الهلال السوداني كسب بس كسب اتنين واحد وكان خسران واحد صف وكسب بضربة حرة وكسب يعني ما كانش فوزا سهلا الوحيد الذي يحقق الفوز السهل سانداونز وأفلتها هنا أو أفلتناها هو لعب ماتش كويس لكن كان ممكن نخلص الماتش ده كان ممكن نخلص الماتش ده في مصر الجميع منشغل بفكرة عايزين فيرود مع إن إحنا كل الماتشات هربت النتيجة مننا فيها لو لم يدخل فينا أهداف لفوزنا فيها إذن بجانب الفرد عندنا تنظيم دفاعي لا مضطرب جدا 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 ما فيش ناس بتتماشى لحد خطة 18 عندك عشان تختبر صلابة خط دفاعك خط الدفاع ربما يكون بيتعرض لضغط غير لائق من أداء منظومة الدفاع التي تبدأ من الهجوم عندنا خط وصل هو الأفضل أشاد نبيهم كثيرا ولكن هم مسؤولين بالدرجة الأكبر عن أي أهداف بتخش فينا دلوقتي ما حدش بتماشى لحد حدود 18 رشود بالأريحية دي جيب بون واثنين بدون ضغط وبدون لدرجة المدربي قالك الأهل ساهل مهمتي لأن أنت لو قدرت أن أنت هو تكفيه في المنابع يعني إذا كنت أنت بتعاني من الكورات العرضية اللي بيستفيد منها أصحاب ضربات الرأس من الخصوم فبتمنع من الأساس أن يترفع علي الكورة ده خطتك تبقى كده طب أنا فرقة متفوقة في شوتين مثلا أو في النقل إزاي وصلها لحد الثمانتاشر بتاع بسهولة دي هو دي مشكلتنا الحقيقية التنظيم الدفاعي لأ سيء في النادي الأهلي من كأس العالم قدينا مبارات طيبة لأن في قدرات كانت سامحت لنا بكده مقابل دي ضحينا بإيه؟ ضحينا بإن إحنا الصلابة الدفاعية والفريق الكمباكت اللي هو يقدر يتحرك أستاذ إبراهيم ويمنع الخطورة بدري من مناطق الخطورة إنما دخلت بقى في حدود العشرين والخمسة عشرين متر واللعيبة بتتناقض أو الهجمة المرتدة تتعمل علينا بالسهولة دي بالفرقة عندها مهارات وسرعات وعندها أريحية على ملعقة هننخش الكلام ده بالتفصيل لا فيه أخطاء وفيه أخطاء سبب النادي الأهلي وفيه أخطاء أرغم عليها النادي الأهلي هنشوف هي إيه أخطاء النادي الأهلي وهي إيه الأخطاء الأرغم عليها لكن زي ما قلت لكم هي حلقة للحفاظ على الأهلي ولما تحافظ على الأهلي لازم أن تحافظ عليه بالمزيد من المصارحة والمكاشفة والوقوف على حقائق الأمور لازم أن تقف على حقائق الأمور واتمارس مسؤوليتك هي دي التي تطبق أن شعار آلي فوق الجميع حقيقة مش شعار حقيقة إزاي تترسخ وإزاي تعزز وإزاي الكل يحافظ عليها ويدافع عنها مش بالتغافي عن الحقائق أو عن القصور أو عن السلبيات لكن بكشفها وبمصرحتها وبالعمل على إزاي تقدر تستفيد منها كل خطأ موجود قبل للتصويب وكل سلبية موجودة قبل للتصحيح لكن إزاي تقدر تستفيد عشان تتحول من العثرة إلى الانطلاقة ومن الكبوة إلى النهضة إن شاء الله إن شاء الله